السلام عليكم اشتركوا في القناة السؤال الرابع في القناة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم نبدأ السؤال يتكلم أننا لدينا شيء اسمه يوني مودل سيرش يقول لك أن يوني مودل الري تقول فكرتها أن أنت تمشي بإنكريزنج سيكونس تقول بإنكريزنج سيكونس حلو فالفكرة أن أنت عند رقم معين at some point بتلاقي أن القرية بتاعتك بتبدأ ماشية بإنكريزنج سيكونس بعد كده إنكريزنج سيكونس بعد كده إنكريزنج سيكونس يعني لو جينا مثلا احنا نكتبها هنا مثلا شكل القرية اللي هي اليوني مودل القرية دي لو أنا مثلا عندي واحد اتنين ثلاثة عشرة تسعة تمانية سبعة ستة حلو لو جينا نبص هتلاقي أن أنت عندك إنكريزنج سيكونس فولوب باي دكريزنج سيكونس يبقى أنت at some point اللي قابلك أنت أكبر منه واللي بعدك أنت أكبر منه بوردر وكل اللي قابلك ده بقى السيكونس بتاعه مش إزاي التلاتة أكبر من الاتنين والاتنين أكبر من الواحد هنا التسعة أكبر من التمانية التمانية أكبر من السبعة والسبعة أكبر من الساتة يبقى ده كده وده كده دكريزنج سيكونس فأنت الترجب بتاعك أن أنت تترجع له الرقم اللي في النص ده هو ده الهدف من المسألة بتاعي فإحنا لو جينا نحن نبص أو نفكر الكونسبت بتاع divide and conquer هتلاقي إن إحنا دايما بنقسم المشكلة لسبب روبليم إحنا الترجب بتاعنا نحن نقسم الروبليم الكبيرة دي لسبب روبليم فإنت ولو جينا نبص على الوي هتلاقي إن الوي دايما سابت طرمها هي ماشية بسيكونس معين يعني كل اللي في الأول دول مترتبين ويعني سام هاو كل اللي بعادية برضو ستيل مترتبين بس بعكس الطريقة فهي برضو ستيل سورتد بشكل ما أو بآخر فإحنا ممكن نطبق الكونسبت بتاع إيه؟ بحيث إن إحنا بيبع عندنا الستارت وبيبع عندنا الاند فإنا لو جبت المديم أو المد سوري عند سام بوينت كده هنا في المد وجيت أتشيك الرقم في النص ده قلت له والله إنت تشيك اللي بعادية وتشيك اللي قابلية شوف هل اللي قابلية أنا أكبر منه وهل اللي بعادية أنا أكبر منه يبقى إذا إحنا حققنا إحنا جبنا الرقم بتاعنا طب في احتمالات تانية آه طبعا فيه كذا كيس تانية ممكن أروح أجيب المد بتاعي أصغر من الرقم اللي بعديه ده معنى إيه؟ معناها إن كل الأرقام اللي بتاعي قد أصغر من الرقم اللي قابلية ده معناها إن كل الأرقام اللي قبلية دي أنا مش محتاجها والرقم بتاعي مية في المية هيبقى موجود في المكان الما هنا يعني ببساطة لو أنا روح تجيبت المد مثلا لقيتها تمانية فالتمانية هي A أكبر من اللي بعديها بس هي أزغر من اللي قبلها يعني هي أزغر من اللي قبلها ده معناها إن كل ده أنا مش محتاجه ومحتاج أروح أدور في الصباح الرئيس التاني إحنا كده بمعنى صح قدرنا نحدد البروبلم بتاعتنا هتبعى عاملت إزاي فأنا قدرت إن أنا أشوف أنا عندي إن أرقام في الأول إن أرقام دول أنا روح تجيبت المد بتاعها اتشكيت عن مد لو لقيت المد بتاعي سي مسلا إن أنا تعال ندي إجزامبل عشان الدنيا تبقى واضح أكتر أنا هدي إجزامبل دولة واحد اتنين عشرة ستة سبعة تمانية إحنا الوقت لو روحنا نجيب سوري أنا كتبت الرقم غلط دولة إجزامبل يعني مثلا تعال نخليه تسعة تمانية سبعة ستة فإحنا مفروض إحنا عارفين إن الإندكس الصح مفروض وهيبقى عشرة اللي هي الرقم سوري رقم المفروض نطلعها هي العشرة فتعال نروح نجيب المد بتاعي الأريري دول لو روحنا نجيب المد هتلاقي إن هو التسعة فعند التسعة هروح هتشك هل هل التسعة إلا أقبليها هي أكبر منها والبعادي أكبر منها هلاقي لأ هلاقي إن العشرة أكبر من التسعة فده معنا إيه معنا إلا إن أنا هاتنور كل اللي بعدية وهنزل بالأريري بتاعتي هخليها واحد اثنين عشرة طيب هروح أجيب المد الجديد اللي هو هيبقى إيه اللي هو هيبقى ده ده new mid هتشك هل اللي قابلية أنا أكبر منه i طب هل اللي بعضية أنا أكبر منه لا أنا أصور من اللي بعضية ده معناها إن كل اللي قابلية ده أنا واش محتاجه وإن أنا هدفايد الليượي هقسمها تاني هلاقي في الآخر إن أنا وقفت على رقم معين الرقم اللي أنا وقفت عليه ده هيبه هو اللي أنا عايز أوصوله في الآخر يبقى احنا كده قدرنا إن احنا نعمل إيه نقسم الهدي بشكل مضبوط احنا احنا اذا في الـ divide لو قسمناها بقى هنشوف الـ divide بتاعنا هتلاقي الـ divide ان انت بتفايند المد بتاعك بعد كده الـ conquer هتلاقي ان انت بتعمل ايه انا دايما بنقسم الـ array بتاعنا لنصين انت بتشيك هل اللي قبل ايه يقدر اللي بعد ايه او لا فانت بتقسمها دايما الـ conquer بتقوم مقسمها للايه لنصين طب اخر حاجة خالص وهي الـ combine لا هل انت بتتريس للاخر الحاجة لا الـ combine مفوش حاجة فانت كل فكرة ان انت بتفايند المد وبعكاة طريقة حلها ان انت بتشيك هل اللي بعدية واللي قبلية بتشيك على الاتنين دول انت بتجيب المد وبتشيك على الاتنين دول بتشيك على البعاديك ده في الـ divide وبعد كده في الـ conquer بتقسم الـ array بتاعتك الكبيرة لنصها وفي الاخر خلص في الـ combine انت بس بالإيه بتمشي على الحاجة ما بتعملش اي حاجة في الـ combine طيب لو جينا نبص على الـ cool هتلاقي ان انا عملت هنا function بتريترن int بتاخد الـ array وبتاخد الـ start والـ end بتاعتي الجزء بتاعت divide زي ما قلنا ان احنا بن find المد الـ start براسة الـ end على الاتنين وبعد كده بنروح نتشيك على الرقم اللي قبلية والرقم اللي بعدية لو لقيت ان هما المد بتاعي اكبر من الرقم اللي قابلي وفي نفس الوقت المد بتاعي اكبر من الرقم اللي بعدي يبقى ده الرقم اللي انا عايز اعمله لتير اللي فوق ده بس كيس سيبك منه دلوقتي لان هو اصلا ده ملوش لازم قوي دلوقتي لان احنا دايما ما في المية هيبقى الـ unimodal array هي اللي هتبقى جيالي دايما هو بوس بيقولك ان الـ given an algorithm to complete to complete the maximum element of unimodal input array فدي ده ده الجزء بتاع الـ divide بعد كده جزء الـ conquer بقى فكرته ان احنا بنقسم على حسب الكيس اللي احنا كنا لنا اللي هي التلاتة كيس دول لو الرقم المد بتاعي اصغر من البعدية لو الرقم المد بتاعي اصغر من القبلية فعلى حسب الحاجة بقول فلو انا مثلا رحت اتشكيت المد لقيته اصغر من الرقم اللي قابلي ده معناها ان كل لو رحنا للكيس انلاقي كل الارقام اللي باعها دي انا مش محتاجها فعشان كده لما جيت اعمل كل عملت كل الـ start بس الـ end بتاعتي قربتها شوية خليتها المد وهكذا طب لو العكس بقى هعمل calling للـ mid plus 1 لحد الـ end طبعا بالنسبة للـ combine فمش هيبه في اي combine فده الكود بتاعي لو جينا نبص على الكود بتاع دكتور احمد هنلاقي solution بتاعه divide فكرة نحن نتشك المد واذا الـ adjacent دي اللي هي الرقم اللي بعدي واللي قابلي الـ conquer بتاعي هو ان انا بقسم بسرش الـ one sub قرية دايما ان انا دايما بنزل بـ branch واحد بس وبرضو combine مافيش combine وده pseudo code تقريبا هو هو اللي انا كاتبه الـ analysis بقى لو جينا حسابنا الـ non recursive part هتلاقي ان هو كله O of one كل ده الـ non recursive part فهو O of one او sita o of one يعني والـ recursive part هنلاقي دايما احنا بنقول tn على الاثنين branch واحد بس فلو جينا نحسبها بالmaster method هيطلع في الاخر يعني تعالوا تعالوا نجرب ان احنا نحسبها عشان هو كان فيه call في الفونكشن ان احنا نحسبها فلو قلنا ان هي t of n هيبقى عبارة عن t of n over 2 ده الجوزة بتاع الـ non recursive part plus sita o of one يبقى احنا زي ما عارفين احنا دايما في المaster method بنطلع l-a بواحد l-b بتساوي 2 l-sita l-f of n هتساوي 1 فلما نيجي بقى نقارن ما بين الواحد versus ال-n power log 1 plus 2 log 1 plus 2 بصفر اللي هي اكني بزبط n power 0 بواحد يبقى 1 versus 1 اللي هي تبقى كيس اتنين الكيس 2 بتقولك انه عبارة عن l-f of n log n seta of l-f of n log n اللي هي تساوي seta of one log n اللي هي تطلع في الاخر log n d-f of n d-complexity بتاعتي وده طبعا اله جدا بس ده اسوأل الرابع اشتركوا في القناة